في قصر اليمام بالرياض كان خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في استقبال صلاح بن جمال خاشقجي وشقيقه سهل خاشقجي وخلال اللقاء عبر ملك سلمان وولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الراحل جمال خاشقجي فيما عبر سهل وصلاح خاشقجي عن عظيم شكرهما للملك وولي عهده على مواستهما لهم يأتي ذلك في وقت قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العزاء لعائلة خاشقجي خلال اتصال هاتفي وسبق هذا اجتماع لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان حيث تم التأكيد على محاسبة المقصرين أي من كانوا في القضية وشدد المجلس على أن السعودية تأسست على نهج ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها وترسيخ أسسها وأنها اتخذت إجراءات لاستجلاء الحقيقة بدوره كشف مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جارد كوشنر أنه من المبكر الحكم إن كان ولي العهد السعودي متورطا في القضية مشيدا بإنجازات الحكومة السعودية في مجال تشفيف مصادر وتمويل الإرهاب ومحاربة إيران فيما لفت إلى أن واشنطن توازن بين تداعية قضية خاشقجي ومجموعة الشركات التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر